السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد اليوم سريع جدا نحاول نجاوب على السؤال الموجود قدامنا امتى نستخدم الـ Power Query لان السؤال يجري كثير سأقف في التعليقات او حتى لا بدلش مع احد لماذا تستخدم Power Query لا تستخدم المعادلات العادية و امتى ممكن تستخدم هذا و امتى ممكن تستخدم هذا تعال نفكر مع بعض في اجابة السؤال المهم امتى نستخدم الـ Power Query كما ترى كان الناس محترين يستخدموا Excel Sheet Formula او Power Query و سنحاول نساعده اللي سيجاوبك على السؤال ليس حضرتك اللي سيجاوبك البيانات التي ستعمل عليها و محتاج لكي تفكر في هذا الموضوع تجاوب على سؤال اول حاجة ايه حجم البيانات اللي عندي ايه مدى جهازات البيانات والبيانات دي موجودة فين طيب تعال نأخذ واحدة واحدة يعني ايه حجم البيانات؟ يعني كلما البيانات تكون اكبر كلما يكون الافضل اشتغل على Power Query بمعنى ايه البيانات حجمها اكبر؟ بمعنى عندي عدد صفوف كبير بتكلم على 10-15000 لين و انت طالع او عندي عدد عمدة كبير 30-40 عمود في كل جدول او عندي حتى عدد دول كتير 20-30-40 جدول بشتغل عليهم كل ده يخليك تروح احسن ناحية ال Power Query لان اداء ال Power Query مع حجم بداية كبير هيكون افضل بمراحل من اداء ال Excel العادي او ال Worksheet Formula العادية الحاجة الثانية جاهزية البيانات يعني ايه جاهزيتها؟ يعني لو انت البيانات جاهزة مش محتاجة تجهيز او تنظيف مش محتاجة تعمل عليها شغل قبل ما تبدأ تعمل تحليل او قبل ما تعمل تقارير يبقى على طول ال Worksheet Formula العادية هتكون كويسة جدا لكن لقيت عندك اعمدة محتاجة يعمل لها Merge او محتاجة يعملها Split او محتاجة تعمل UnPivot او محتاجة تعمل Pivot او تعمل Transpose ومحتاج مش عارف نظف التكست وصغير Data Type ومش عارف عندي ال Column ده بتاع ال Dates مش مظبوط كل الحاجات دي لا يبقى انت كده هتعمل شغل كتير جدا كل مرة كل ما تعمل Update هتعيد الشغل ده وده شغل كتير واخطاءه كتيرة يبقى الافضل تعمله كله مرة واحدة باستخدام Power Query الحاجة الثالثة حراك شايل ديتا بتاعتك هل موجودة في SQL Server هل موجودة في Access File هل مولف اكتر من مكان يعني شوية على Text File وشوية على CSV File وشوية في Access وشوية في SQL وشوية على Excel Sheets لو دي الكيس يبقى ال Power Query افضل بكتير وطبعا يفضل كمان انك تعمل على الريبورت بتاعك في فايل اكسل واحده وفي الكويريز بتاعتك وفي ال Pivot Tabels والحاجات دي كلها وديتا الاصلية متشالة في مكان ما يكونش نفس المكان اللي فيه الريبورت يكون فيه فايلات مختلفة طبعا لكن لو كل حاجة موجودة قدامك على تات اربع جداول في اكسل واحدة او في تات اربع شيتات يبقى نفيش مشكلة انك تعمل على Worksheet Formula طبعا سمعته ده رأي الشخصي كيف انا بفكر وكيف اعمل لو عندك اقتراح مختلف او عندك تجربة مختلفة جريد تشاركها معنا في التعليقات ايب لو حاجة ما تعرفش حاجة خالص عن Power Query او حتى عندك فكرة بسيطة ومحتاج تفهمه اكتر القناة اللي حاجة بتفهمه اكتر فيها اكتر من سلسلة بتشرح Power Query بشكل جيد اهمهم طبعا سلسلة مبادئ Power Query وفيه كمان فيديو مجمع للسلسلة دي حوالي خمس ساعات هياخدك من الاول خالص وهيوديك لمستوى كويس جدا لو انت حرك عندك فكرة وعايز تطور نفسك اكتر فيه سلسلتين كمان واحدة اسمها سلسات Power Query متقدمة فيها امثلة كتير بتتكلم عن الموضوعات كتير وفيه كمان سلسات تحديات Power Query هتلاقي دامن فيديو صغير فيه تحدي وبعدين على طول هتلاقي فيديو اللي فيه اجابة التحدي ده او ازاي ممكن تحل التحدي ومن معلوماتي المتواضعة اعتقد فيه ناس كتير استفادت من الفيديوهات دي وفعلا تبقيتها في شغلها من غير حتى لا يأخذ كورسات ولا اي حاجة حتى ممكن تتجرب مع نفسك وبعدين تقرر هل محتاج تاخد كورس ولا مش محتاج واعتقد هتلاقي حاجات كتير مفيدة اللينكات دي كلها هتلاقي موجودة تحت صندوق الوصف ممكن ان شاء الله ترجع لها وشكرا جدا لوقتكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته